اسمعي الطرح من الأستاذ أنهاد طرح يا هذا الملف هو الحقيقة قصة التصوير لازم نفرق ما بينه إن احنا بنصور أماكن عامة يعني واقفة صور الأهرامات ولا النيل ده حق مطلق لكل الناس إحنا بنكلم عن وقاعة إنما فكرة تصوير الناس لازم يبقى بإذنهم وإلا يبقى انتهاك لحرمتهم ولو خصوصيتهم اللي بيحميها الدستور والقانون طيب لما يجي حد يقول أنا بصور جريمة الجريمة ما كانها النيابة العامة يعني لو أنت بالصدفة بتصور لأي سبب وقف في البالكونة بتصور ووقعت في المشهد بتاع الكبري ده حضرتك غيور قوي على الأخلاق العامة حضرتك تروح تعمل بلاغ للنيابة العامة لأن هي بنسميها الحارس على الدعوة الجنائية تمام؟ النيابة هي اللي تقرر تحرك ده ما تحركش ده القانون مدينا أو رسم لنا سكة أن أنت لو شايف جريمة القانون الإجراءات الجنية بيقول كل من علم بجريمة يقدر يبلغ كل من علم وأنت بعد في الشارع شفت جريمة زي موضوع أن حد يضرب حد في الشارع لو أنت صورت الواقع دي على أنك بتصور جريمة مش من حاجة تنشره على طول تخدها تروح بها للنائب العام النائب العام أو وكيل النائب العام اللي هو وكيل النيابة يعني هو اللي يقرر يعمل فيها إيه تمام تجي نتالج يعني خلينا نترجمه بالواقع بتاعة النهاردة قبل الواقع بتاعة النهاردة بس هاخد تفصيلة صغيرة خيري في التقديم قال سواء كنت صحفي دي يبقى شغلنا لكن أنا معرفش ده توصيف القانوني بيبقى إيه حتى الصحفي هو ده اللي أنا عايزة أسأل فيه حتى الصحفي هل يفرق القانون هنا بين مين الشخص اللي صور ونشر ولا لا يفرق لا يفرق القانون ما بين تصوير أشخاص في موضع معين بدون إذنك الصحفي متاح لي أنه يصور شخصيات عامة في مناسبات عامة يعني حضرتك بتصور افتتاح كبري ده حقك كصحفي تقابل ما ينفعش شفت حد بيرمز باله على كبري وأنا صحفي وحنشره على موقعي أو على تجارتتي مش من حق أن أنا صوره أنا أكيدة بتخلى عن مهنتي ويس أنت بتصوره علشان تعمل إيه علشان أنشوره لأن هذا وظيفتي دي جريمة الإعلام إنت شايف احنا نكلم على أشخاص ده طبعا مش هروح النيابة أما أنا وظيفتي إيه لو كل حاجة هروح النيابة مش هنصف حاجة خير يا بتتكلم على أشخاص ووقائع أنا آسف لا أنا فاهم يا بتتكلم في إيه أنا كصحفي بشتغل في قصف الحوادث أيو هدي وظيفتي أيو إذا عصرت على جريمة آه حبلغ الشرطة بس هنشرها طيب خد بالك بس خد بالك أنت عندك مصاق للعمل الصحفي طبعا عند معايير مهنية بالضبط المعايير المهنية بقى يكلمنا فيها وسهو ذكر هنرجع لها لكن لكن أنه مثلا الشخص اللي هو كان هي كما سبقت لنا بس قوي احنا ما كناش عايزين نسبق كده خلي استحافة لما نروح للأستاذ أكرم أو الحدود لكن خلينا نضرب مثال أنا عند النهاردة وقع واحد في شغله شاف راجل غالبان بلم من الزبالة بلسك وحاجات جي رئيس موظف الحي وخد منه العربية بتاعته وعمل مشكلة وتعامل معه بوعنج زقه وشتمه وعمل حاجات كده فراح منصور الفيديو ونزله مين اللي منصوره الراجل اللي كان قاعد في مكتبه المواطن اللي بيشتغل شاف ده فقال لا دي طريقة مش محترمة راح منزله كويس هنا في طرفين طرف الراجل اللي تعرض للإهانة وهو وزع لأنه نزل الفيديو وقال له انت كي بقى أحراجتينه طبعا قدام أهلي وبعدين رجع شكره لأنه جاب له حقه اتنين حتى الموظف اللي تم تصويره رغم أنه ارتكب خطأا إلا أنه لم يستأذن في التصوير أو لم يعرف أنه هناك تصوير هنا الوضع القانوني إيه من الزاويتين تلت زوايا مش زاويتين طيب أولا الموظف اللي عنف أو تكلم أو اعترض هل هو عنده صلاحيات أصلا أنه هو يعترض أو يعنف أو يتكلم طبعا فيش حد عنده صلاحيات أن يعنف لكن هل هو عنه صلاحيات أنه ده شغله ماشي دي أول سؤال السؤال الثاني أنه الموظف اللي استجاوز حدود شغله بأنه عنف ده مرتكب لجريمة طيب الراجل اللي بيقلب في الزبالة أو بيفرس في الزبالة اللي بيصوره متخيل أنه هو بيخدمه بس الحقيقة هو ما كانش بيخدمه هو كان بيعمل السبكه وبيعمل الترند هو كان أنا على التليفون وقالنا وعياه وقال رجعت اندمت علشان هو زايل طبعا طبعا خليني أقولك على حاجة إحنا مثلا كنا في قضية من القضايا وبحد بينقشنا وعندنا تصريح بالمناقشة فيها ولما تكلمنا على تفاصيل القضية اللي صاحب القضية كان عايزنا نتكلم فيها رجع بعد كده زعل وقال ان احنا طلعنا تفاصيل أزيته في حياته فأحيانا حتى الشخص نفسه زي ما قال الراجل اللي بيقلب في الزبالة ممكن يبقى مش قايل لأهله ممكن يبقى مش عارف إيه الموضوع هو بيفرز علشان يبيعها بعد كده ممكن مش قايلهم هو بيشتغل إيه أصلا بالزبط وبالتالي هو ده اللي اسمه انتهاك ليه حرمة الحياة الخاصة فحضرتك وانت متخيل بنواياك الحسن ان انت بتخدم الناس انت أزيتها فالقانون بيحمي الناس طب لو الراجل ده شايف انه هو كان بيخدم انه شاف في حاجة غلط الموظف ده وشاف انه في حاجة غلط كان لازم يروح يبعثها الرئيس الحي وهنا ده بقى مستوى تاني السؤال اللي انت بتسأل عليها خير هي الناس هتجري على النيابة اه بتجري على النيابة لانك ما عندكش آليات شكوى منضبطة داخل المؤسسات لو انت عندك آلية شكوى منضبطة يعني ايه منضبطة او المحافظة في عندي قسم للشكاوى اروح اديله ده فهيحقق او ان انا بعته بالايميل فياخده كدية انه يبقى عندي موقع واتسقاب تابع المحافظة او تابع النيابة العامة او تابع الداخلية نقدر نبعت عليه الفيديوهات وتتاخد بجدية مش خده لك انت لحد النهاردة مش هنشوف الموضوع ما زال الناس بتلجأ احيانا في الشكوى للسوشيال ميديا لانها بتشعر انها بتشكل قليل ضغط ده لانه الناس مش حاسة ربما قصور في الاعلام مش في المؤسسات يعني في اعلام المؤسسات مش حاسة بانه لما بتبعت شكوى بتؤخذ بعين الجدية في حين انه وفي جزء تاني كمان يا استاذة نهاد هي ان انا مش هعرض نفسي اروح النيابة وتحقيقات وضيع وقت ولا عارف هيتعامله معي ازاي ولا عارف انا الموضوع انما هو لو عارف ان الحي ده في مكان للشكوى طب ده جزء من الحلول اكيد هنجيله كويس بس يفضل السؤال هل من حق الراجل اللي صور ان هو يصور لا وهو انتهك حرم الشخص اللي تعرض للتعنيف تمام واللي عنف واللي عنف مكانش ياجب ان هو يعنف ومرتكب بجريمة لما خلاص انا قلت ان هي ما هي حداحة ينطبق على كل الجرايب مظبوط فهو اغطأ وخطأ كبير ولو هو ودى الفيديو ده كان المحافظ حيحوله للتحقيق مش عارف ان انا كمواطن عادي